اهلا احبا انا مشاهدينا في كل مكان اليوم حديثة للناس اللي بتحس انها مزلولة بتحس بروح الانحناء بتحس بذل وبتعب بتحس في تعب نفسي ارهاق وعم بتمر الايام وسنين وش عم بتشوف استجابة الصلاة انا عاوز اشجعك انه الرب موجود الرب حي الرب بيسمع بيستجيب بيتواصل وبيتفاعل مع احتياجاتنا الرب صالح وطرقه صالحة والرب ما بترك اي انسان والرب حبنا حتى لو مش شايفين الصورة المتكاملة غرض الله انه يرفعك غرض الشيطان انه يزلك وبتعرفوا ما اكثر السرخات اصوات من الماضي اصوات التعب اصوات الارهاق اصوات الذل سواء كانت في الحياة الزوجية او في العمل او بسبب ماضي او بسبب عبودية او بسبب عبودية للخطية وقساوة او شكاية او ضربة من الماضي حصلت معاك وجرحتك وتأثرت منها لاحظ التشجيع ما يقول داود النبي يا اليك يا رب ارفع نفسي يا الهي عليك توكلت فلا تدعني اخزه بعدين بيقول من اجل اسمك من اجل اسمك مش لاي احسان فينا يا رب اغفر اثمي لانه عظيم من هو الانسان الخائف الرب يعلمه طريقا يختاره بعدين بيكمل بقول في نفس الاصحاح في آية 18 اللي هو موضوعنا او الآية موضوعنا انظر الى ذلي وتعبي واغفر جميع خطيئ لاحظ هو طلب من الرب قال له انظر لانه طبيعة لما الله بينظر ما هو العالم بكل شيء بيعرف جبلتنا يذكر اننا تراب اصعب شيء انه الانسان يكون عايش في الزل في الخطيئة في العار لاحظ كانت الصلاة دحرج العار عننا يعني زيله بالكامل زيل التعيير زيل الشكاية حررنا من الزل فيش اصعب من الانسان المزلول حياة القهر والاخطر لما بتكون في البيت في الحياة الزوجية شخص بيكون مزلول بقول انظر يا رب ما انت شايف انت عارف احوالي انظر الى ذلي ما انت شايف الذلي اللي انا عايش فيه لما بتنظر الى ذلي اغفر جميع خطيئي على ما يبدو ان الخطيئة هي اللي بتزل وهي اللي بتنجس وبتجرس وبتفلس كمان الخطيئة هي العار والدمار الخطيئة هي اللي بتزل الانسان يا على الناس المزلول بسبب الخطيئة بسبب العبودية بسبب القهر لاحظ لم يقل اغفر اثمي لكن انظر واكيد يا رب لما انت بتنظر من تعارف الطابق كله وفاهم البير وغطاء وانت فاهم داخلياتي وانا ما في اروح اشك هم لأي انسان فالشكوى لغير الله مذمة لكن يا رب لما انت بتنظر الى ذلة وتعبة انا تعبت الخطيئة تعبتني الخطيئة زللتني لما انت بتنظر يعني يعني عيناه الرب تجولان في كل الارض ليتشدد مع الذين هم قلوبهم كاملة بقوله كرحمتك مش بس انظر كرحمتك اذكرني انت من اجل جودك يا رب فاذا الموضوع مش لاي سبب اخر بقوله افرج يلا ربنا يفرجها علينا افرج ضيقات قلبي من شدائدي اخرجني انظر الى ذل وتعبي واخفر جميع خطياء انظر الى اعدائي لانهم قد كثروا بتعرفوا الانسان المستعبد الانسان المقيد الانسان المذلول ما اكتر الاعداء وبتعرفوا لما الاسد بيسقط او بيقع بتلاقي الضباع كلها بتلتم حواليه ما اكتر الناس اللي بتجرح بدل ما تسعف بتزيد ضرب سهام على هذا الشخص حتى تخلص عليه بالكامل وهذه اساليب شيطانية اساليب مدمرة لكن هنا داود يقول انت يا رب العارف بكل شي انظر ولما بتنظر انت رح تعرف انه انا تعبان خلاص اتعبت الخطيئة تعبتني وبسبب هذا انا ما فيش اي انسان اشكيله فانا بقول انظر انت يا رب انظر الى ذلي وتعبي ولما تنظر اغفر جميع خطيئين تعرفوا يقول الكتاب فالله الان يأمر جميع الناس في كل مكان ان يتوبوا متغاضيا عن ازمنة الجهل توبوا لتمحى خطياكم لكي تأتي اوقات الفرج من وجه الرب خليني اوجه هذا السؤال المباشر هل عم بتمر في ضيقة هل عم بتمر في زل في تعب هل فعلا انت مزلول بسبب الخطيئة ما في حد تشكيله هذا الموضوع ما في له علاج الا بس ترفع راسك لفوق وتقول له يا رب ارحمني انا الخطيئ انظر الي اذكرني يا رب والرب حبك ورح ينظر اليك ورح يحرك من التعب ومن القيود ومن العار ومن الهزق ومن السخيرة السخرية ومن التعيير ومن المذمة ومن الشكاية عليك وكل هاي السهام المصوبة ضدك الله رح يحامي عنك ويحط ترس يحميك لانك انت عم تنظر لالله والله عم بينظر اليك وانا بصلي اليوم كل انسان عم بمر في تعب في انحناء بمر في زل بمر في ضيقة بده فرج بصلي اليوم الله يفرجها عليك وعلينا وربنا يعطيك الحرية الكاملة والشفاء الكامل والخلاص الكامل في اسم الرب يسوع المسيح امين اذا الرب كلمك من فضلك حط لايك وشارك هذا حتى تكون شريك معنا في الخدمة يمكن فيه شخص محتاج انه يسمع هاي الرسالة الرب معك